موسيقى أهلاً 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 بأستاذ قداوي أهلاً 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 ده نظرنا النافي النهار ده يا راجل ده خطوة عزيزة أنا مش جداوي بي يا مرجان باشا أنا سليمان سليمان مين؟ مدير مصنع الماكرونا وحنا عندنا مصنع ماكرونا؟ مصارع مرجان بتاع سيادتك أنا مديرها أه مديرها الجداوي حظك أهلاً أهلاً جداوي بي معلش بقى العتب عن نظر اتفضل عندي في المكتب جوا لا معلش عشان أخلط شغلي هدا يا راجل إنت التكيف هنا قصو مش مزبوط تكيف عندي أحسن اتفضل يا راجل هات الملف ده لا معلش يخلي الملف ده معي اتفضل حظرك اتفضل أهلاً 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 أستاذة اتفضل يا أستاذة هو اسمه ايه؟ جداوي حظرتك اتفضل أنا ما بحبش قادتني يا أخياتي اتفضل هناك أهلاً 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 بيك أهلاً 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 بيك يا جابناً حضرتك بتشرب شابي الياسمين؟ ما بشربش وأنا بشتغل عندنا عصير طبيعي بتاع بره من إنتاج مصنعي أنا إيه رائع؟ أنا ما بشربش وأنا بشتغل طب شو الجنبالي؟ شو الجنبالي مشويين كده حلوين من الكبير ده مور جنبي أنا وأنا بشتغل لا بشرب ولا باكل لا بشرب إذا عاشرة وعشرة يبقوا عشرين الف جنيه إيه دا؟ تبتكي من إيه؟ لا 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 ولا حاجة أصونا دايماً أحب رجع اللي رضاد بنفسي ابشتن سكت فيهن؟ السيدة زينب الإيمان مهاشم الإيمان مهاشم أنا دائماً أصل لجوم عناك السيدة زينب ده حي جميل فيه رحميات كده وحاجة جميلة الحقيقة دلوقتي إحنا قلنا عشرين وقاتي عشرين أعطيبه دلوقتي أربعين ألف جنيه ملك ولا إيجار إيجار مهاشم تباتع والله باتع يا سلام على ده حي جميل مهاشم دلوقتي إحنا قلنا أربعين وقاتي كمان دول يبقى كده إيه ستين ألف جنيه ستين ألف جنيه عندك أولاد ستة كان الله في العون يا راجل كان الله في العون ستة لا حاول أولا قوم تقلب لها ستة يبقى إحنا قلنا كده إيبقى دي ستين ألف ستين ألف جنيه كده يبقى إيه ستين وستين مهاشين ألف جنيه بيدرسوا عندي واحد في الجيش والباية في التعليم إيه إنت بطل إنت عظيم إنت تستحق أسهام والله تستحق أسهام والله يا جداو بيه والله ولا لك علي يا مين أنا عندي عائلين خربين بيتي راجعنا كمان دول أربعين أربعين أيها كده أربعين بقى كله مية أم مية وستين ألف نيه مية وستين هو مرطر ساعدتك كام تلات تلاف جنيه معقول تلات تلاف جنيه هياملوا إيه ولا إيه مستعجن الحكومة دي مش فاهم بتعمل إيه تلات تلات هيكفوا إيه ولا إيه ولا إيه طبعا أقول لساعة الخارجة الوضعه دايبني مصروف إيده بس تلات تلاف جنيه أيوة ما هجدهو بيه تلات تلاف جنيه وعلياء خمسة قال إيه إيش كوافير إيش مش عارب بتعمل إيه لا عارف الحاجات بتاعة العيال الصوارين دول ناوتي مه مه أنا أنا هما كأنا سيت ميتين ألف جنيه أيوة وأرجوك أرجوك يا مورجان بيه عدي فلوز بعد ما مش أنا مش عارف أشتغل أنا آسف أنا آسف أنا آسف واندي وزن أجيك ومشيسة هما أولادك بياخدوا دروس خصصية نحلين ومبري مصيبة دروس الخصصية كارسي كلها يا كارسي فعلاني آآ دور بقى إيه خمسينات خمسينات بقى إيه آآ آآ إنت لازل تحطل كل عاي الوضيعة في البنك الزمن مش مضمون ما أنا حطتل كل واحد فيه مئتين وخمسين جنيه في البوستر مئتين وخمسين جنيه يا راجل دول يدوى عليك ها اشترل كل واحد شقة عشان اتجوز فيها ما أنا اشترتلهم مدفن مدفن يا رجل سعيكم مشهور هوبا تشتب شهاي بالاسمية من أعظم وأنظف الشركات التي رجعتها بسم الله ما شاء الله والله أكبر يناس شركة ناش محترمين شركة اقتصادية محترمة أوراق محترمة ما في الشغالة واحدة يريد كل الشركات تحتوا هذه الشركة عشان اخصادنا يبعان بالسماء عربت له ساز عضايا الجديدة وصل تباشر جبت أيرهم المصاني أنا باردو لا أصل خنعي زركة فاروية فور بايفور حضرت خلي يركبون بسط مبنى كليك ليهما داشر ما حدا منشتغل عشان بيهما عشان أم حسن بس الوادعه ده مرزق وش السعب كنت في العراق ومولدته هناك رحت مسميه عدهيه الرئيسة الضام حسين طر بيه كان يعاد على حجره وهيشتكه قوله هلّ سبقه لها هلّ سبقه لها هلّ سبقه لها هلّ سبقه لها عملنا اشتد فلوس في نجزة ألف أم لا حسن قوله لسا عليها بنت حضرتك برضو خليفتها في العراق لأ ده أنا كنت في الأردن وما لأرحمة جات ولدتها هناك سمّيت عليها الملكة عليها اضطارت بيها ايه والله يا حسن كنت بتحجتيكه برضو ينتبتها ينتبتها قام أنا بعض الشقشور إزا الفل هناك وإزاي مرجان ابنك من ساعت ساعتك مهشكته كل بطاطا كل بطاطا والمساة المشه بعليه فلّا وقريب قوي حنخويه إن شاء الله والد ولا بنت مرجانة بعون الشه ايوه علياء ايه ملك بتاعاتل ايه؟ في ايه اللي حصل؟ اسمه ايه وليلي؟ بابا انت لازم تجيب لي حق ايدي اجيل لك حق ده ايه؟ ده نحق في الجامعة دي خالص فيه الرئيس الجامعة دي؟ ايه ده بس يا عونك العميد الكل ايه موجود وبيتكلم معي واخوكي فيه؟ بكلموا ايه الموبال مش بيراد بابا تيه ونيريت ايه؟ اختك من نهارة مويتها نفسها ملعيات وانت جاي تلعب مع البنات؟ بابا دي مش بنات دي دكتورة جهان مراد مين؟ دكتورة جهان مراد مرجان احمد مرجان بابا يا دكتورة فرصة سعيدة جدا يا دكتورة يا اهلا وسهلا بابا ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ عشان قد ابن حلال ومد عيالي بابا عليها ملهمة عليها مين؟ عليها اختي اه صحيح واحد دكتور رزل هزقها قدام زميلها وطردها من المحاضرة الامر يرديت كده برضه؟ نعم قصد يعني يرديت اللي بيحصل ياختر اسمي ايه؟ عليها عليها اه بانا ادخلها جامعة محترمة وتفعلها فلوز قد كده عشان البيت تتعلم ولا تتعقت راح الدكتور يقول لها انت فشلة ومتنفعيش في اي حاجة؟ ها؟ اسمه ايه الدكتور ده؟ فاكسل ايه؟ فاكسل مايكل يا دكتور ايه؟ اه؟ مايكل؟ تاني الدكتور مايكل؟ طب عليها قفين دلوقت جيد؟ عليها مين؟ عليها بنتك اه 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 هي وقفة هناك ومقطعها روحها من العياط اتمن يا استاذ مركين انا مش هزكت انا هغير هدومي وحاجة لحضرتك على طول ليه ما كده حلو؟ قصد يعني عشان نلحق نلحق البنتين هذه انا من بكرة هعتاصم لهم في الكلية الموقف ده اليوم كان يعدي على خير اه فعلا لازم كلنا نعتاصم هي مش الدكتورة هتعتاصم برضو؟ اه انا هعتاصم معكم دكتورة ايه دي يا عضايا؟ مين؟ سيفيليزيشن يعني ايه؟ يعني حضارة حضارة اه حضارة يا شهلا انا اول ما شفتها لقيت عندها خلفية حضارية ممتازة الستيك بتتعرف على طول من خلفية الحضارية حقيقة تفضلوا معايا ايوه علياء ايوه حريبتي اهدي اهدي احنا جايين حالة ناوة احنا قاسفين جدا قوامنا حضارتك من على التنس تعبناك معانا وربنا قصدرنا على رب جمالك جمال ايه بس؟ احنا اي خدمة في اي حاجة اهد علياء بنتي من النوع النفسيه وشوية اي نسمي تهوت تأثر في يديك رقيقة كده زي حضارتك كده بالظبط تصواري ساعات تبقى نايمة تقوم افزوع من النوع وتقعد تعيق واجيلها رعشة اروح حضرك على طول وعد املسها على شعرها تهدى وتبقى زي الغريبة انا بديك صورة بس يعني زى برضو حضرتك ممكن تكوني متضايقة واجيلك رعشة اروح حضرك على طول وعد املس على شعرها اتبقى نفسك زي الغريبة بالظبط اهدي؟ بديك صورة يعني بابا يال انا بأكلم بالدكتورة بتاعتي غيخطك عطير مرحبا دكتور مايكل هل لديك عشان عشان عليها أبا؟ ومالماسمعك الشانه هم اقولوا عليها ولا هيخطك لي اسم تاني بالانجليزي إنه ليس بشأنك! إنه ليس بشأنك! لا! إيه وفق ميا بابا إيه بولدي مات من عشر سنين خير مفعل عرف تجوزت مين بعده؟ هيتجوزت التاني بعدي اه تجوزت حاتم جمعة لو كمان تقول لي ما تعرفش حاتم جمعة لعرف تعكورة بابا حاتم جمعة ده أكبر شعر في الوطن العربي الي الزيدي فعلا لازم تتجوز شعر هي كمان نفسها شبه النشيد كده كدبت في قصيدة شعر يا بابا لو سمعتها جسمك يا قشان متجوزة شعر عشان تكتب عنه شعر لا ده رفاق رثيته بقصيدة بعد اما مات حزينة عليه يعني ولا هو ماتر اخر نازي قلبها جامل اوي حد يموت يسيب واحدة زيدي عارف يا بابا دكتور جهان نهاردة كتبة مقال في الاهرام مكسر الدنيا الدكتور جهان دي ملهاج غير في الشعراء والفنانين مش غاوية رجال اعمال بتشور عقلك ولا يا مرجع ده عارف طبعا انا بحبك وبغير عليك قد ايه بس بصراحة الوحيدة اللي اتمنيت ان انت تتجوز وتيجي تعود معانا هنا هي دكتور جهان طب انتو مش محتاجين دروس خصوصية دكتور جهان تيجي تدهالكو في البيت انا بلاش يا بابا خالص الموضوع ده دكتور جهان اللي ما بتسمع الكلمة دي بتقلب الدنيا خلاص بلاش انتو تيدينا انا دروس خصوصية